ولنقاش ملف اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم يحضر معنا في الستوديو مدير المركز سويسري لدعم الديمقراطية لأستاذ فرانكو عبدالقادر أهلا بكم أهلا بحضرت أستاذ فرانكو إلى أي مدى يمكن ربط اغتيال ناشط سليم بتصريحاته المتكررة عن حزب الله أو مواقفه من ما يحصل من أزمة في لبنان بداية كلنا نعلم أنها يد إجرام واحدة تمتد من طهران مرورا ببلاد الشام إلى بيروت هذا تاريخ من الإجرام بما يقوم به النظام الإيراني عبر مخالبه في الدول العربية وطبعا حزب الله هو المستفيد الأول من هذا المعارض الشيعي الحر الذي كان كل خطاباته ومقالته ضد حزب الله وضد أجندته الإيرانية في بلادنا العربية كان هناك تحذيرات من تيار المستقبل عن اغتيال الناشط لقمان سليم كيف يمكن قراءة هذا التصعيد من قبل تيار المستقبل؟ يعني أنا بصراحة مستغرب تماما من هذا التصريح لأن حزب الله وطيار المستقبل متصالحان طيار متصالح تماما مع حزب الله لا أعتقد أن كيادة طيار المستقبل متفهمة لهذا التصريح الذي قام به نائبها كان منسق الأمم المتحدة ربط وبشكل مباشر بين تقاعص في تحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتقاعص الذي سيحصل في اغتيال لقمان سليم كيف يمكن قراءة هذا التقاعص في القضاء اللبناني؟ وهل يمكن أن ننتظر أن تتدخل محكمة الجنائية الدولية في قضية الاغتيال مثل ما حصل سابقا؟ سابق أن تدخلت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري وسبق أن ادعت على أحد أعضاء حزب الله ولكن القضاء اللبناني لم يفعل شيء يعني بمجرد أنهم لم يقوموا بمحاسبة ومعاقبة من اختال الحريري هذا أعطى الحرية المطلقة للمجرمين كي يستمروا في قتلهم وفي إجرابهم دون رادع ودون وجود أي شخص في السلطة أو من الشعب يستطيع أن يقف بوجههم يعني هذا شيء طبيعي أن يستمروا في إجرامهم لأنه ليس من رادع ليس من قضاء عادل في لبنان يستطيع أن يقف بوجه هؤلاء المجرمين نعم أستاذ فرانكو هل تتوقع تسييس قضية اغتيال الناشط لقمان سليم واللعب بورقة الاغتيالات سواء بين أطراف الأزمة داخل لبنان أو في الخارج يعني بعد اغتيال الشهيد الكبير رفيق الحريري يعني حصلت اغتيالات كبيرة للمعسكر المعادي لحزب الله وكان المستفيد الأول حزب الله من كل هذه الاغتيالات وبالتالي نعم أنا أعتقد أن المستفيد وحزب الله سيستفيد من هذه الاغتيالات لأن جلماً لأن كل من قضوا في هذه الاغتيالات هم كانوا مناوئون لحزب الله وبالتالي هو المستفيد الأول وهو من قام بكل هذه الاغتيالات حسب تقرير المحكمة الدولية وحسب أيضاً كراءات كل السياسيين المعارضين لحزب الله وطبعاً السياسيين الذين ليسوا من المعسكر التابي لحزب الله أو ضده وسائل الأعلام الموالية لميليشيا حزب الله تحدثت وحذرت من حوادث كبيرة سيشهدها لبنان هل يمكن اعتبار ما حدث اليوم جزء من هذه الحوادث أو يمكن انتظار حوادث أخرى كان يقصدها هذا الإعلام يعني هذا الإعلام الذي يحذر من هذه العمليات هو إعلام يعني يطلق تهديدات وهو بالتالي يقوم بتمثيل حزب الله في القنوات هو يقول ما يفكر به حزب الله نعم نحن نعتقد أن هناك عمليات اختيال ستحصل وهذا الشعب اللبناني الذي ترك للأسف لوحده تخلى عنه الجميع والدول العربية تركت الشعب اللبناني لقمة سائغة لإيران والحزب الله للأسف نعم سيحصل ردات فعل ضد المناوئة والحزب الله كيف يبدو المستقبل الذي ينتظر لبنان في ظل أزمة سياسية أخرى اقتصادية ومنذ تقريبا منذ أكثر من ستة أشهر أمنية يعني الوضع في لبنان كارثي الوضع الاجتماعي كارثي المعيشي أجضا لم يكن ينقصنا سوى بداية هذه الاختيالات السيد لوكمان الشهيد لوكمان سليم رحمة الله عليه يعني هو ربما بداية الصفرة البداية لهذه الاختيالات التي ستحصل الجميع متخوف من إجرام حزب الله والطهران في لبنان الوضع لا يحتمل في لبنان هذا قدرنا ونحن يجب للأسف أن نتعايش مع هذا نعم الوضع كارثي في لبنان أمني ومعيشي والحياتي أيضا وليس هناك من بادرة أمل في الأفق للأسف ما هو السبل الممكنة لحل حلة هذه الأزمة على الأقل سياسيا بتشكيل حكومة؟ ليس هناك من أفق حل في لبنان إلا بتسليم البلد لحزب الله غير ذلك بدون تدخل قوة أجنبية لحماية اللبنانيين من هذا الإجرام كما رأيت حضرتك سيدة سامية لن يحصل أي شيء نحن نسلم البلد لحزب الله نستطيع أن نعيش نكون بمعارضة ضده لا يسمح لنا لا بالعيش الكريم ولا بالتمطع بهذا البلد الذي نهب طبعا عبر السلطة الفاسدة التي هي متحدة مع حزب الله أيضا هل نتوقع تغييرات في تعاطي الدولي مع القضية في لبنان بعد تغير الإدارة الأمريكية الجديدة؟ للأسف حزب الله انتظر حتى رحيل ترامب ليستطيع تنفيذ عمليته لأن حزب الله وضهران كانوا يرتجفون من ذكر اسم ترامب للأسف فرح لهذا الرجل الذي أوكف إيران على رجل واحدة شكرا جزيلا لك أستاذ فرانكو عبد القادر مدير المركز سويسري لدعم الديمقراطية حضرت معنا في ستوديو رافدين